حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمرين معاكم إلى موضوع آخر طبعا يقدم سدرال الطب عظو مؤسسة قطر للعلوم والتربية والتنمية المجتمع على عديد من الخدمات الطبية التخصصية والنادرة لا سيما في مجال خدمات العظام للأطفال ويعتبر سدرال الطب المستشفى الوحيد في قطر الذي يوفر خدمات العظام للأطفال في دولة قطر وسواء كسور أو عيوب خلقية أو عيوب الولادة أو مشاكل وراثية وغيرها لقدر الله حيث أعلن سدرال أنه سيطلق قريبا تقنية جديدة لتطويل العظام وحول هذه التقنية الجديدة مشاهدينا والحالات المستفيدة من اطلاق هذه التقنية يحدثنا ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد السلام حجازي استشاري جراحة العظام للأطفال في سدرال الطب حياك الله معنا دكتور ونقولك مساك الله بالخير مساك الله بالنور شكرا على الاستضافة حياك الله دكتور خلنا نتكلم في البداية عن قسم العظام الخاص للأطفال في سدرال والحالات التي يستقبلها سنويا نعم طبعا قسم العظام في سدرال ميزته كما تفضلته في مقدمة البرنامج أنه القسم الوحيد تقريبا في مستشفى قطر اللي يقدم خدمات عظام الأطفال بشكل عام خدمات هذه تتكون من أغلب أو أكثر الخدمات أو المرضى المشاركة اللي بيحضر للقسم هي الكسور طبعا والإصابات نعرف الأطفال في عمر معين بيكون عندهم نشاط عالي بتكون تدخلهم أو حياتهم اليومية فيها تعرض الإصابات خصوصا في المدارس أو في المشاركات الرياضية فحدوث عمليات الكسور سواء البسيطة أو المعقدة موجودة بكثرة فأكثر من 50 إلى 60% من الحالات اللي بيشوفها بتكون في مجال الكسور بالنسبة للأمراض الأخرى اللي بيستضيفها في قسمنا في قسم العظام في سدرال هي العيوب الخلقية العيوب الخلقية سواء مشاكل من قبل الولادة أو مشاكل مترتبة على أمراض تحدث أثناء تطور ونمو الطفل بعد الولادة تؤثر على مشي الطفل بشكل كبير وبالتالي بتكون ملاحظة من المجتمع من الأب أو الأم أو الجيران بتجد أن الطفل لمن يحضر للمستشفى لا يحضر كطفل كمريض لوحده يحضر مع أبوه مع الجد الجد الجار قال أنه ولدي يمشي بشكل فيه انحراف أو وله فيه رجل أطول من الرجل فهي ملاحظة أكثر من أي أمراض أخرى تكون داخل الجسم طبعا من ضمن الأشياء الأخرى اللي موجودة وبكثرة عندنا في منطقة الخليجة أو في عالمنا العربي هي العيوب الخلقية اللي تخص الخلع في الورك الورك وخلع الورك هذا هو مسمى العربي خلع الورك الولادي وإن كان المسمى العربي أو التجمع العربية خاطئة لأنها هي أساسا عدم اكتمال في نمو المفصل الورك من ضمن الأنشطة أو العيادات المتخصصة في عيادة متخصصة فقط لعمل فحص دوري لجميع المواليد دولة قطر عندهم خطورة أو عندهم عوامل خطورة في حدوث مثل هذه الأمراض عندهم كذلك عندنا عيادات متخصصة للقدم وتشوهات القدم سواء الشوهات اللي هي الموجودة بكثرة كذلك مثل القدم المسطحة أو القدم المخلبية أو المنحنية إلى الداخل نعم دكتور يعني هل في مثلا مشاكل ما تكونت مبينة مثلا في الطفل لكن تكون لها تأثير مثلا لين كبر هل بمكاننا مثلا الأب أو الأم أن يجبون الطفلهم للمستيشفى يسوون له فحص يشوفون شنو المشاكل اللي فيه جميل جدا السؤال من ضمن الأمراض اللي ذكرتها اللي هي الخلع هذا ليس بالضرورة أن يعرف عند الولادة بالتالي نسميه في بعض الحالات المرض الصامت فأنت لا تستطيع أن تشوف شدة المرض إلا بعد سنوات معينة خصوصا إذا ما كان خلع مكتمل إذا كان خلع مكتمل عندما يمشي الطفل يكون واضح لكن عند تشخيصه في وقت مبكر يكون علاجه أسهل بكثير لذلك أهمية العيادات المتخصصة في مرحلة الأسابيع الأولى أول ست أسابيع إلى ثمان أسابيع والكشف عن مثل هذه الأمراض في مراحل مبكرة يسهل العلاج ويعطي نتائج أفضل بكثير زائد أن العلاج يتحول من علاج جراحي كبير في عمر متقدم لعراج بسيط أو بجبس أو بأجهزة فقط لتعديل الخلع الموجود وبالتالي تكون نتيجته ممتازة جدا فلذلك الكشف هذا المبكر والعيادات المتخصصة لها ميزاتها في أنها تعطي نتائج أفضل بدون ما يحتاج الطفل أن يكبر ويلاحظ من المجتمع ويشاهد أن الطفل لا يستطيع أن يشكي لا يستطيع أن يتألم أو يقول بلسانه وإيش اللي عنده بينما الكبير يستطيع فهذه هي الميزة والنقطة الحساسة في التعامل مع الأطفال بشكل عام الدكتور أنت كفت أكثر من مرة العيادات المتخصصة العيادات المتخصصة وهنا تقصد أنت العيادات المتخصصة في العيوب الخلقية عدنا نبدأ عن هذه العيادات المتخصصة ذكرت أن من ضمن العيادات عيادة الفخذ أو الورك المخلوع من العيادات الأخرى عيادة القدم عيادات القدم أو العيوب الخلقية أو اللي هي الانحناء الداخل للقدم وتسمى بلغة العربية القدم المخلوبية هي عيادة خاصة بعلاج هذا المرض عن طريق فقط تدخل غير جراحي تدريجي يحدث كل أسبوع تبدأ من عمر حوالي الشهر إذا تم الاكتشاف المرض يأتي الطفل للعيادة لعمل تجبيس تدريجي وتعديل للانحناء الموجود في القدم ينتهي بعد ذلك باستخدام جهاز طبي خاص عبارة عن حذاء طبي مربوط بحديد أو بقطعة معدنية تجعل القدم باتجاه العكسي اللي كانت معتادة عليه القدم في العادة في مثل هذا المرض تكون منحنية إلى الداخل وإلى الأسفل بعد تعديلها بالجبس ويرفعها للوضع الطبيعي ثم عكس الاتجاه من الداخل إلى الخارج يلبس الطفل الحذاء هذا في كل القدمين مربوطا بالحديد المتوائل اللي يوصل القدمين ببعض فيبقى القدم مدار إلى الخارج ويحافظ عليه لفترات 4 إلى 5 سنوات المدة قد تكون طويلة لكن عوضا عن هذا العلاج كنا نعمل عمليات جراحية كبيرة ونتائج هذا العلاج ممتازة جدا مقارنة بالعمليات الجراحية العلاجين يعدلوا الانحناء أو العيب الخلقي لكن النتيجة على المدى البعيد عند هذا الطفل لمن يكبر كثير من الناس طبعا العلاج ليس جديد لكن طبيعة العيادة هذه مكونة من فريق عمل يدخل فيه ممرضين يدخل فيه أخصائي علاج طبيعي العيادة تدار عن طريق أخصائيين العلاج الطبيعي زائد متابعة أو ملاحظة يومية من الأطباء الجراحين لكل الأطفال اللي بيأتوا لمثل هذه العيادات نعم وممكن يكون فيه خوف بعد من العمليات الجراحية ممكن أن يستبدلها بهذا العلاج لا شك دكتور يمكننا في بداية المقدمة تذكرنا عن تقنية تطويل العظام بالمسمار المغناطيسي يعني لو نتعرف عن هذه التقنية الجديدة تفاصيل أكثر عنها في شنو مستخدمة مثلا حق أي نوع من أنواع الأمراض أو العلاجات هذه التقنية جميل تطويل العظام بشكل عام بيكون لأحد أسبق سببين إما لعيب خلقي موجود عند الطفل أو عند الشخص سواء الكبير أو الصغير ينتج عنه عدم انتظام في طول القدمين أو يكون بسبب إصابة حدثت أو التهاب حدث في العظم أدى لقصر هذا الطرف عن الطرف الآخر فأول ما بدأت التقنية هذه من سنوات عديدة بدأت بأنه بتطويل هذا الطرف القصير لكن الجديد الآن هو أن هذا التطويل كان يتم عن طريق أجهزة تثبيت خارجية هذه الأجهزة تركب في الساق تبقى في الرجل لمدة طويلة حسب طبعا حادث الطفل أو حسب حالة التطويل المطلوبة ويبقى الجهاز خارج الجسم فيؤدي لنوع من الضغط النفسي على الطفل أو على الشخص يرفض اندماجه في المجتمع يرفض الذهاب إلى المدرسة وطبعا كما تعرف كلما طارت المدة تأثرت حالة الطفل لأنه ما فيه تحصيل علمي وبالتالي تأخر عن دراسته بينما التقنيات الجديدة التي الآن حدثت أو صارت موجودة عندنا في قطر والله الحمد هي عبارة عن أجهزة تزرع داخل العظم الجهاز هذا مغناطيسي أو المسمار مغناطيسي تلسكوبي يتم التحكم في الطول فيه من جهاز خارجي بدون أي شيء من خارج الجسم فبالتالي الطفل أريح من ناحية الذهاب إلى مدرسة وحركته لا يوجد أحد من الخارج يلاحظ أنه عنده هذا المرض وبالتالي تفاعله واندماجه مع المجتمع وذهابوا إلى مدرسة تكون أسهل بكثير وهذه التقنية توقفت لفترة قصيرة بسبب أحد المشاكل التي كانت عارضتها من نظمة الأغذية العالمية في أمريكا وتم الآن حديثا الإفراج عن المسمار هذا فعدنا إن شاء الله أو ستعود سدرا لاستخدامه في الحالات المطلوبة في فترة قريبة إن شاء الله دكتور قطر دائما تتميز في كل ما تقوم به من إبهار العالم في كاس العالم من التعليم وجودة التعليم يعني في كل مؤسسة في كل موضوع تتميز قطر اليوم سدرا للطب متميزة ما هي العوامل التي ساهمت لجعل سدرا للطب تكون بهذا التميز والتعامل مع هذه الحالات النادرة والمعقدة طبعا كما تفضلت قطر دائما تسعى للأفضل في جميع المجالات بالتالي عندما تبدأ في مشروع التخطيط للموضوع من البداية كان رائع جدا في سدرا الاتيان بخبرات مختلفة الاعتماد على بناء المواطن والمقيم في أنه يأتي ويعمل في هذا المجال وتطوير خبرات خاصة في المجالات المطلوبة في قطر ففي سدرا خصوصا بشكل عام وفي شكل خاص في قسم العظام نجد أنه مجموعة الأطباء المتواجدين من جميع تقريبا القارات في العالم تجد الإسترالي تجد الكندي تجد البريطاني تجد العربي تجد التركي فوجود مثل هذه الخبرات تأتي بجميع الخبرات الموجودة في أنحاء العالم هذا واحد الشيء الآخر طبيعة العمل في مؤسسة بهذه الضخامة والاحتكاك بجنسيات مختلفة في داخل المؤسسة جعل الخبرات هذه تأتي بأفضل ما لديها من بلادها فتم إنشاء فرق عمل أنت تذهب للعلاج لا تشاهد فقط الطبيب لوحده الطبيب معه فريق عمل كامل من التمريض من العلاج الطبيعي من العلاج الوظائفي من إذا كنت طبيب طبعا يتكلم لغة إجنابية لك عندك المترجم فكثير من الخدمات تحدث لك في وكان واحد زائد أنه أي حاجة لك في تصوير في خدمات مخبرية تقوم فيها بشكل سريع جدا لا تحتاج أنك تذهب يوم أو يومين أو أسبوع تنتظر النتيجة ثم تعود لتحصل على نتيجة الفحص تبعك كل شيء يبدأ وينتهي في زيارة واحدة وبالتالي هذه ترفع قيمة الخدمة المقدمة للمواطن والتي بالفعل يستحقها كل من يقيم على أرض هذه البلاد نعم الله يعطيكم الآفية وفعلا شفنا تميز من صدراء للطب في الفترات السابقة سواء كان من الكادر الطبي أو الإداري أو حتى العلاجات والتشخيصات اللي تصير في مركز سدراء للطب دكتور عبد السلام كلمة أخيرة نوجهها لأسادة المشاهدين بخصوص الأطفال ومتى الأفضل أن يتم الكشف عليهم لفحص هذه الأطفال يعني ذكرنا كثير أهمية الكشف المبكر لكن في بعض الأمراض أو بعض الحالات لا تعتبر مرض هو شيء تطوري في عيادة من أحد العيادات الموجودة في صدراء عيادة للأشياء التي تعتبر مرض تطوري بمعنى أنه سوف يتم تعديل هذا المرض لوحده أو بدون أي تدخل جراحي فالبقاء على المتابعة مع الأطباء أو مع العيادات المتخصصة في قسم العظام وعدم الاستعجال في أخذ النتائج لأن الطفل طالما ينمو هناك احتمالية كبيرة في تغير وضع الطفل وبالتالي تغير وضع المرض سواء إذا كان المرض رح يزيد وحيحتاج لأخر من الجراحات أو من التدخل الطبي أو كان المرض سيخف وسيتعدل بسبب النمو الموجود عند الطفل فالكلمة الأهم بالنسبة للآباء والأمهات هو المتابعة الجيدة فهم طبيعة مرض الطفل عدم الاستماع وأخذ المعلومات من جهات غير مختصة وبالتالي يبدأ يبحث في مراكز أخرى مع الأسف ويترك المركز المتخصص الموجود عنده اللي متواجد فيه جميع الخبرات والقدرات في قطر إذن جهود جبارة تغومون بها كل الشكر لسدراء للطب على ما تقوم به ونصاح من ذهب إذن كل الشكر لك دكتور عبد السلام حجازي استشاري جراحة عظام الأطفال في سدراء للطب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم